هي محاولة في هالجو هذا في هالمجموعة الموجودة الكتل السياسية والنواب هنا من توصل إلى طريق مسدود توقف هنا لازم هناك تدخلات أخرى تصير من قبل الرئاسات الثلاثة الموجودة هذا هنا وصلنا أما بالنسبة للتعويض أنا حجيت لك قلت لك وصلنا إلى درجة أنه خلاص خلي نتفق أنه الرئاسات الخمس أشخاص هذول اللي يمثلون الرئاسات هذول هم اللي يختارون الثلاثة حتى نمشي الأمور حتى نكمل النصاب وتمضي الأمور مو بس على الانتخابات هذول لازم يصادقون لازم ينظرون بالطعون المقدمة بالقوانين اللي شرعها مجلس النواب يعني كثير من الناس الآن مشتكية مجالس المحافظات مشتكية المتقاعدين مشتكين يعني قوانين صدرت في المجلس خطأ في خطأ في خطأ مخالف للدستور أنا أقول لك مخالف للدستور أنا مشتكة المقارنة لمجلس النواب أربع سنوات قانون التقاعد مخالف للدستور اللي صار اللي قلصوا أعمارهم اثنيا موضوع المجالس مجالس المحافظات مخالف للدستور فهذا يعني هسا هذني محد يقدر ينظر لها إلا المحكمة الاتحادية زين هذولة شنو ذنبهم الآن بني بيوصال لهم سنة مماخذ رواتب مجالس محافظات يعني خلوها بيد المحافظين الآن المحافظات بيد المحافظين وماكوا رقيب عليهم ضمن القانون والدستور للمحافظة رقيبة هذه كلها مخالفات قام بها مجلس النواب فإذن هنا أهمية محكمة الاتحادية تشريع الآن قبل غدا يعني مو بس للانتخابات يجب أن تنظر بالقضايا أنا ذكرت لك هسا موضوعين ولكن عشرات المواضيع الآن أمام المحكمة الاتحادية من مخالفات قام بها مجلس النواب أو الحكومة يعني هذه مشاكل يجب أن تنظر إلى وأنا قلت لك يعني وصلنا إلى طريق مسلود يجب أن يكون هناك تدخل من قبل الرئاسات الثلاثة وحتى الأمم المتحدة تأتي مشورتها طريقة في حل هذه المشكلة لأن المشكلة في نفق مظلم أبدا ما إلى حل الثلاثل الثلاثل معاندين وإنت ما تقدر تحصل النصاب بهذه الطريقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر